خبر محلي آخر عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا لبحث المشروع القومي لحماية وتطوير البحيرات لمزيد من المتابعة حول اجتماع الرئيس معنا هاتفيا الأستاذ محسن سميكا الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة أهلا بك معنا سيد سميكا وبداية على ما يشتمل هذا المشروع ومقوامه المادي وما سبل الحماية والتطوير لهذه البحيرات سيد سميكا إذا كنت تسمعني أعيد عليك السؤال مرة أخرى فيما يتعلق باجتماع سيادة الرئيس لبحث المشروع القومي لحماية وتطوير البحيرات على ما يشتمل هذا المشروع القومي أيضا من الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع وعلى كم مرحلة سيجتمل المشروع عليها حضرتك وللسيدة المشاهدين الاجتماع نزال قائم حتى اللحظة لبعقده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقارنة الجمهورية طبعا مع المهندس شيفي اسماعيل اسماليس الوزراء وأيضا المهندس بريم محل بمساعد الرئيس للمشروعات القومية ودكتور مصطفى مطبولي وزير الإسكان ومجتمعات العمرانية بحضور أيضا وزراء البيئة الموارد المائية والري والزراعة ومحافظة الإسكندرية وكفر الشيخ وأسوان وأبو السعيد والفيوم والبحيرة والدقاهلية طبعا عن حضور رئيس الشركة الوطنية السروة السمكية والأحياء المائية وفترض الاجتماع يناقش من أفتيات متعددة 6 من أفتيات تحديدا قد تتظهر أجلدة هذا الاجتماع من ضمنها طبعا بحث مشروع القومي لحماية البحيرات وأيضا بحث كافية تعظيم الحفاظ على الاساسمالات اللي انتقت في الوصول التابتة وتعظيم الاستفادة منها في عدة مجالات طبعا منها حماية المنشآت والاستثمارات القائمة بالمناطق السحرية زي الممتلكات العامة والخصة والطرق والمنشآت العسكرية وأيضا طبعا المحافظة وعرض الزراعية بالتآكل والنحر بالدلسة طبعا من كل عملات التعدي اللي بتتم منحلها طبعا سيد سيميتا أي البحيرات يتم الحديث عنها في هذا المشروع القومي نحن بنتحدث عن تطور بشكل كبير في بحيرات الملاحة في إتكو والبرولس وطبعا مشروع حماية حائط محمد علي بابوئير ومشروع حماية المنطقة الشاطئية من شرق راس رشيد وحتى غرب ميناء السيب برج البرولس طبعا بالإضافة للقضية تطوير مدينة بورسعيد وحماية المنطقة الشاطئية بحائط بحري داخل البحر بالإضافة لمشروع تدعيم حائط رشيد البحري كل هذه المشروعات والمناطق بيتم منقشتها الاجتماع اللي بيضم عدد كبير من أعضاء الحكومة وفضلنا نحضر عدد كبير من المحق طيب سيد سيميتا هل اتضحت معالم هذا المشروع بمعنى ما سبل وأوجه هذه الحماية وسبل وأوجه هذا التطوير أيضا ما قوى هذا المشروع كم سيتكلف أيضا هل الجهة المنفذة لهذا المشروع هل ستكبد ميزانية الدولة عبء هذا المشروع أم من سيقوم بتنفيذه من سيقوم بالصرف عليه يعني هناك بعض من النقاط المتعلقة بالسؤال حضرتك هيصفر عنها طبعا البيان الرسمي الصادر عن مؤسسة الريحة فور الانتهاء من الاجتماع ما يتعلق بقضية توفير وقضية بحث هذه المشروعات ريس تيس أكد مرارا وتكرارا أن كل المشروعات التي تقوم عليها الدولة منذ توليه المسئولية تدرس دراسة جيدة ويتم عليها أكثر من بحث وتتم بحث كل جوانبها قبل ادخال الدولة فيها بشكل مباشر زي ما تحدث على مشروعات بتقوم عليها الدولة أو مشروعات بيتم رحاها شراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي أو بتحدث عن مشروعات بتوشف عليها لسيق وقت مسلحة وطبعا بالتجربة كل هذه المشروعات بتتم بشكل سريع بأقل ميزانية تأسرع وقت بأفضل كفاءة يمكن ده الشعر دايما اللي بتقوم عليه الهيئة الاندسية قضية أسرع وقت وأكبر كفاءة وأقل تكلفة أعتقد أن هذه المشروعات تتندرج في مثل هذا الأمر أيضا اللي انطبق عليها النقاط الثلاثة المتعلقة بالذكرتاء الحضرية يعني هناك مشروعات أخرى بيتم درستها وبحثها في هذا الاجتماع اللي الخروف بنتيجة لها متعلقة بها خلال المرحلة المقبلة نعم أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محسن سيميكا الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة